يا صباح الورد والفول والياسمين صباح التفاعل والامل صباح الرضع على عيونكم صباح كل حاجة حلوة في الدنيا او مساء الخير بقى كده ده طبعا لو بتشوفوا الفيديو بتاعه بالليل قبل منبدأ فيديو النهاردة عايز اقول لكم تعالوا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بصوا قبل اي حاجة وحشن الكلام معكم جدا وحشن كده ان انا عضفت فاد معكم بقى ونرغي شوية مع بعض عايز اقول لكم بقى النهاردة فيديو آآ روتين آآ ان شاء الله هنعمل روتين خفيف كده مع بعض بحيس ان احنا نرجع لبعض واحدة واحدة كده عايز اقول لكم بشكر بشكر الخمسة ستة الجدادي اللي دخلوا معايا القناة كده عايز اقول لكم ان انتم آآ كل ما شوف مشترك جديد بيدخل في القناة كده بحيس ان انا سعيدة وطيرة من الفرح وده اللي بيشجعنا اكتر وبيخليني عايزة آآ اكمل واعمل فيديوهات اكتر واكتر لان بشوف حد بيشوفني وآآ يعني اكيد لما انت تخيلتي واشتركت معاه في القناة الفيديو بتاعي اكيد عجبك عايز اقول لكم آآ كزا كومنت جالي كده كلام يفتح النفس والله العظيم ويخليك لو انت اصلا مش قادرة تصوره ومش قادرة ومش عاوزة تنزل حاجة هتقوم اجباري وتعمل كل حاجة وحتى لو حاجة بسيطة على فكرة الروتين ده آآ اوضح لكم بس معلومة الروتين ده يعني ايه يعني هو حياتنا الطبيعية كل يوم ايا كان بقى هنعمل ايه مع بعض هنذكر لولادنا هننظف بيتنا مجرد ان انا هنتكلم مع بعض او ممكن انا اقول معلومة فيتكم او انتوا ممكن تكتبوا لي كومنت او آآ تعليق مسلا تقولولي فيه طريقة معينة فطبعا زي ما شفته سحينة بدري آآ النهاردة صراحة هنرحت علي نومة والمنبه مرنش كده او والله اعلم رن ومسمحتوش فالولاد قاعدوا من المدرسة فطبعا قلت بقى كده فاضطرهم في طرحيل وكان ابني الكبير طلب مني ان هو آآ اعمل له عيش كده في لبن بفانيليا بسكر بس مش اكتر فجرت هنا ما شاء الله ربنا يبرك يعني عندها الخير فاخدت منها ندهت عليها وكده واخدت منها لبن وغليت وجهزت لهم فطره طبعا مش بحب قد كده يعني التسقية دي زي ما بيقولوا عليها ففي كزا موضوع كده عاوز اتكلم معكم فيه بغض النظر بقى اللي احنا بنعمله خلصت طبعا آآ كنا خلاص في الوقت ده كانت الظهر هيئزن بقى فطرنا وخلصنا فطرنا وتمام آآ بدأت اراجع لي من الصغية لاني بيبقى وراه درس على طول الساعة واحدة بعد الظهر فخلصت معاه الواجب وآآ راجحت معاه لاني هو اصلا ما بيعدش لذكرة ابدا لوحده لازم اكون آآ قعدة جنبه او اكون معاه تمام آآ خلصت بقى كده وعملت لك بيت قهوة بلبن عشان اصحصح كده وافوق واشوف انا هعمل ايه والله اليوم ده ما كانش في نفس اي حاجة كده مش عارفة ليه كنت صحية ومش كنت زعلنة جدا ان العيل مروحش المدرسة والله ومقريفة كده فاهمين فاستعينت بالله ودخلت المبخ كده بتاعي نقول الدعاء الحلق بتاعنا كده لو انت فاكرينه الدعاء اللي كنا كل يوم بيقوله مع بعض اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا زل قوة الماتي طبعا انت بتستعيني بقوة ربنا وفي كل حاجة فربنا مش بيزعالك ومش بيخزيلك في اي حاجة آآ دخلت بقى عالمبخ هتقول للموعين دي بتجي منين اقسم بالله انا معارفة الموعين دي بتجي منين انا باجة بصة كده لقى الدنيا تدرى بتقلب مش عارفة ازاي اصلا عايز اقول لكم ساعات بقى في المبخ والله واخرج وقل طب شوية كده بس هشم نفسي وابقى دخلتاني عمل اي حاجة آآ لمت الكوبايات الاول وبعدين انا لسه مرتبتش المبخ يعني لاني كان فيه كتير في الحوض فقلت ايه يعني هشيل دوم الاول وبعدين للم بقى لو موجود في حاجة في حاجة في التلاجة فاضية مش عارفة ايه طول ما انت في المبخ بتطلعي موعين ما تقوليش اللي انت ما ما عندكش موعين وهو انا بقى اللي عندي موعين وكركبة والدنيا دي تدرى بتقلب بص يا حبيبتي احنا بنسحى من نوم نلاقي موعين بعد الغدا نلاقي موعين بعد العشن نلاقي موعين بعد الفطار نلاقي موعين تبقي مرتبة المطبخ وكركة والدنيا زي الفلو تجي تبص تلاقي برضك في موعين فهمة فأنا مش لوحدة والله هي بيقولوا كاس كده ودارة عن الناس كلها فبصي بقى آآ كنت حابة تكلم معاكم في موضوع آآ كنت نزل شورتس كده يعني فيديو صغير فبقول انا مش انا ما مش عندي خدامة ماما ما جابتليش خدامة لاني كان فيكم من تجالي فبتقول لي ايه دا ياواي انت سايبها الحوت كده بالطريقة دي وبالنزام دا ليه ومش عارفة ايه المفروض تلمي الحاجات دي في طبق وبعدين قلتلي يا حبيبتي انا ما عنديش خدامة اللي انا هتخسلي وهتروق من وراي كلنا يا جماعة خدامين ولادنا ولا انا كلامي غلط انت خدمت ولادك وجوزك وبيتك فبغض النظر انت ممكن مسلا دي كنت فيه وقت تتعبانة فيه مش قادرة تعمل حاجة فيه فهتسيب كل حاجة عايز اقول لكم ساعات بتبقى طبق الفطار محتوط على طبق الغد على طبق العشاء على ما استرد كوتي وقوم تاني كده واتنشط ابدأ اننا ايه اروق حكتي مفيش حد بيجي رتب لحكتي ولا بسيب حكتي وحشة لأ انت ايا كان بتسيبه يوم اتنين تلاتة انت بترتب لنفسك وبتروق لنفسك محدش بيجي يساعد حد يا جماعة فكل الحكاية ان انا ردت عليها بس مش اكتر لان الكومنت يعني جعل جرح شوية فهو اللي هو انت اه كلنا بيحصل معنا كده مش انا الوحدي فبس مش اكتر يعني فعايز اقول لكم ان هو انا غلطانة ان انا قلت لها كده انا مش غلطانة ولا ولا انت شايفين رأيكو ايه انا قلت لها انا ماما مش جايبة لخدامة اللي هي تعمل لي انا بعمل لنفسي وبعمل لولادي ولو بيتي مش بالشكل ده اه يبقى انا معتمدة على اكل بره بقى روحت لك اه كرباية روحت لك مش عارفة ايه مش روحت لك يعني يبقى مش هيبقى عندي موعين وهريح نفسي في نفس الوقت بس انا مش مش حبة كده عايز اقول لكم ان انا من نوع او شخصيتي ما بحبش اشتري اي حاجة من بره فاهمين يعني انا ما بقى ابني ممكن يجي فين وفين كده لما جيب لهم اي حاجة مثلا كان نفسهم فيها وقالول عليها بس من زمان فاهمين ازاي اللي هو مش ماخداهم ان احنا نجيب حاجة من بره او ناكل حاجة من بره خلاص يعني انا حبه كده انا حبه حافظ عليهم وعلى صحتهم طبعا انت عارفين يعني ايه حاجة بره مش مش كل حاجة بنشتريها من بره يا جماعة بتبقى مخصولة وبتبقى نظيفة وتبقى متنظفة زي ما احنا بنعمل حاجتنا ببيتنا يعني انت بتعملي الحاجة وبتنقيها وبتنظفيها وبتخسليها آآ بره بقى وهمش يعملك ده كله هو يحط كده كله على بعض ويلا واقلب محدش يعملك حاجة ولا حد هيخاف على صحتك ولا على صحة ولادك تمام هنا بقى خلصت عايز اقول لكم انا عندي طيور آآ بلم كل حاجة وبلم اكل الطيور وبنزله لهم يعني ان شاء الله بقى برضو ايه اصور معاكم هناك آآ خلصت بقى الصراحة كنت محترة جدا على الاكل احنا بقى لنا يعتبر يومين بناكل بقى ايه كان فايد عندنا محشي وفاضل آآ فاضل آآ آآ بط وكده وشربة واحنا زيقنا بقى الصراحة من الاكل ده فطبعا اليوم اللي بعد المحشي ده على طول بيبقى يوم بقى ايه اللي هو غموس او آآ بتعمل اي تشكيل مل بك كده موجود عندك صراحة آآ عملت افكرت في ايه بالله العظيم عايز اقول لكم اللي انا اتأخرت والودو كان ورا دارس صغير وقعدت نسيا نفسي خالص لحد ما عشان بس هفكر انا هعمل ايه آآ قلت يا قلت هعمل ايه قلت اعمل كده طبقة امروخية صغير وبطاطس وبتنجان محمر وفلفل وطماطم وكده ونقضي اليوم على كده وكان العيش بتاعنا جاي لسه النهاردة صابح يعني وحلو وخلاص وهنقضي اليوم على كده آآ قطعت بقى البطاطس وحطيتها في شوية مية برضو على ما ما خلص كده وحطيت الزيت بتاعي لقلاج وانت غسلها ومنظفها حطيت الزيت يتقضح كده ما بتسيبوش يتقضح او لان الدكتور بيقولك آآ ما تسيبوش لما يدخن لأ حط البطاطس فيه وآه هو هيبدأ يقدح معاها بقى تمام؟ وآآ فصصت شوية كده صغنانين وحطيت عليهم معلقة سمنة بلدي وبدأت ان انا حمرت تومة بالسمنة ونزلت عليهم بمعلقة كزبرة كده نشفى عايز اقولكم الملاخية بتاعت بتبقى ريحتها آآ تحفة جدا بتبقى جميلة جميلة طعمها في منتهى الخيق نزلت عليها بمعلقة كزبرة نشفى وبعد كده نزلت عليها التماطم وآآ جبت برضو آآ عدين كده كزبرة خضرة بعود شابت صغير وبدأت ان انا قطعه فيها بس بعد ما التماطم استويت علشان آآ العود الشابت ده يعني ما يسمرش وكده او يتبق في قلب الايه في قلب الاكل خلاص هنا بقى كانت استويت آآ زوق نزلت عليها بشوية مية جبايتين مية على حسب بقى الكمية اللي احنا هنعملها قد ايه وقطحت تماطم بقى وخيار وجبت بتنجانة كده قطعتها هنا يعني كنت كنت ملحة الطماطم بالملوح اللي هو بنعمل ملوح كده ونحطه في التلاجة اكيد كلنا بنعمله تقوم بقى بفلفل بشبت بحاجات من ديه ببهارات وبحطه دايما لازم يكون موجود عندي في التلاجة وطلعت الخضار حطيت عليه شوية تخلي كده وسبته يتنقع شوية جنبي وآآ بدأت خلص بقى اللي وراي تمام? اكلة سهلة وسريعة وبسيطة في نفس الوقت ومش مكلفة وتعود تحتاري بقى وتقولي لي هعمل ايه واسوي ايه انجزة اي حاجة المهم اللي انت تلاقي اكل في البيت بس سوعة تتأخر زي كده وتأخر العيل عالدروس وماشي واسيب المود لنفسه واسيب يعني ما يكون متدقيقة من حاجة انا بس بعمل كده عشان جزء مش موجود جزء لو موجود ومن ينفحش ان هو ما يلاقيش الاكل جاهز وما ينفحش ان هو يعود يستنى كده على العمل ما انا حضر وجاهز وفكر اصلا ان هعمل ليلة انا ببقى صحية او ببقى صحية بالليل يعني بالليل قبل ما نام ببقى هزح الصبح عارفة ان هعمل ايه تمام مش لسه عب بقى فكر وكرر وخطط لا هنا بقى قلت لابن الصغير هاتلي بص الله يا راح جبلت ننسو غنان قوي قلت له ماش تمام هعملهم لك على قد كل حاجة غالية والبصل غالية والله العزم يا حبيبي مكله. المهم بقى حطط له هو ياكل ما استنىش البطاطس بس برضو كان كان لسه بياكل بصه كان الساعة كان الساعة تلاتة ونص وهو معادي قصلا تلاتة ونص. والله العزم يلا مش مشكلة متعودة المرة اجياء ان شاء الله مش هقدم يتأخر كده. البطاطس دي بقى بصه انا بحطها اه كمية كبيرة في الطاصة عشان بتبقى طلعة بقى مقرمشة كده وجميلة. اه على فكرة كما مكنتش محرقة خالص دي كانت قرمشة عشان كل شوية ورها لكم بس قلقها في الكاميرا طلعة مش حلو. خلصت بقى وحمرت البتنجان وزبطت دنيتي كده وعايز اقول لك بقى ده غير ما يكون مذاكرتك في ايدك لولادك طبعا كل شوية اه يجي رايح الدرس لازم ترجعي له. اه ورادرس انجليزي لازم تحفظي اللي عليه. اه وكان برضو وراه تحضير كده انا اللي بحضره له. حضرت له اللي وراه وعملت له كل حاجة وتغدى ومشي. او عايز اقول لكم والله الواحدة اليوم ده ما كانش لي نفسي لأي حاجة ولا مش عارفة. النفس كده مقفلة ليه. ما علينا المهم عايز اقول لكم ان انا بحبكم جدا في الله. وان شاء الله تبقى في الورتنات اقوى من كده ان شاء الله. بس ايه? اه بتشجعكم لي وبحبكم لي كده هنبقى مع بعض ان شاء الله وهنركز وهنعمل كل حاجة حلوة مع بعض. عايز اقول لك بقى متشطر متعمل ازاي? وتتأخر كده في الغد على الولاد. وعايز اقول لكم ان انا بحبكم في الله. ولو انت لسه ما اشتركتش نزيل اشتراك معي. ولو حب ان انا اعملك اي فيديو اكتبه لها تحت برضو في الكومنتات وانا هعمل لك كل حاجة على على مزاجك. فعايز اقول لكم بقى من الفيديو ده للفيديو اللي جاي. هتوحشوني كتير كتير. وعايز اقول لكم استوضعكم والله واسبكم في رعاية الله وحفظه مع السلامة. شكرا لكم.